بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة الصفوف الابتدائية وخصوصا الصف السادس الابتدائي أهلا بكم مع درس النسبة هنكمل مع بعض درس النسبة من خلال مسائل لغزية كل مسألة لغزية فيها لغز اللغز دابي علمنا نحن نقدر نحلل المسألة بشكل كويس ونقدر نوصل لحلول غير تقليدية عن طريق الحساب الذهني هنقرى المسألة دي مع بعض بشكل كويس ونركز في اللغز اللي فيها نقول لي هنا ايه ترك أحمد قارورة مياه في الهواء الطلق وكان بها مئة ملي من المياه وبعد مرول ثلاثة أيام عاد ووجد بالقارورة مئة ملي من المياه ثم ترك قارورة أخرى بها مئة ملي في الهواء الطلق وبعد مرور ثلاثة أيام عاد ووجد بها تسعين ملي من المياه السؤال الأول احسب النسبة بين مقداري المياه في القارورة الأولى والقارورة الثانية بعد مرور ثلاثة أيام السؤال الثاني وهو السؤال اللي فيه اللغز يعني اذكر السبب يعني اعلل سبب نقصان المياه في القارورة الثانية يعني ليه المياه نقصت في القارورة الثانية وعدم نقصان المياه في القارورة الأولى بعد مرور ثلاثة أيام هنعلل بسبب منطقي يعني فيه إجابات كثيرة هتبع إجابات صحيحة أهم حاجة الإجابة هتبع إجابة منطقية وهو ده اللغز اللي موجود فيه المسألة اللغز ده مهم جدا بينشط الحساب الذهني عندنا وبيعلمنا على طريقة جديدة وهي الطريقة إيجاد الحلول غير التقليدية وفي نفس الوقت تكون الحلول دي منطقية أول حاجة بقسم المسألة بتحتي بالشكل ده وبعمل لها برواز هنا بقول لي احسب النسبة بين مقداري المياه هنشوف كمية المياه في القرورة الأولى وكمية المياه في القرورة الثانية إمتى بعد مرور 3 نسبة المياه في القرورة الأولى إلى نسبة المياه في القرورة الثانية نازم نكتب علامة النسبة اللي هي نقطتهم فوق بعض تمام طب تعالوا نشوف نسبة المياه في القرورة الأولى كانت كم بقول لي هنا ايه نسبة المياه في القرورة الأولى كانت كم 100 ملي نكتب هنا 100 طب نسبة المياه في القرورة الثانية ده إمتى احنا نتكلم بعد مرور ثلاثة ايام لان السؤال بقول لي هنا ايه احسب النسبة بين مقدارين 100 في القرورة الاولى والقرورة الثانية بعد مرور ثلاثة ايام يعني بعد مرور ايه ثلاثة ايام يبقى القرورة الاولى كان فيها 100 ملي طب والقرورة التانية بعد مرور ثلاثة ايام كان فيها ادي ايه لما تجد شوف بقول لي كان فيها 90 ملي يبقى هنا هكتب 90 تمام بعد كده بعمل ايه بأسم بقى المية دي قسمها على ال 10 وال 90 قسمها على ال 10 عشان نبسط النسبة بتاعتنا المية على ال 10 فيها الع 10 وال 90 على 10 فيها التسعة طلعت النسبة بتاعته كان 10 إلى 9 وهي دي النسبة المطلوبة السؤال التاني وهو السؤال اللي فيه اللغز ياريت نفكر ونستخدمها بشكل كويس ونربط المعلومات اللي احنا نقودها في مادة العلوم بالمعلومات الموجودة في مادة الرياضيات لأن ده هو المنهج الجديد بيعتمد على الفهم ويعتمد على التحليل هو ده الجيل الجديد من المنهج لازم نتعلم طريقة الفهم وطريقة التحليل الأسئلة ممكن تجيلي بالشكل ده ويقول لي علل سبب شيء معين في المسألة لازم أقدر أحلل المسألة كويس وأقدر أوصل لسبب منطقي يعني إيه سبب منطقي يعني ممكن إجابات كثيرة تبقى صحيحة دعالوا كده نشوف إيه سبب نقصان المياه أو ليه علل سبب نقصان المياه في القرورة الثانية القرورة الثانية لما تعرضت للهواء الطلق هي كان فيها في الأول 100 ملي برضو زي القرورة الأولى القرورة الأولى تعرضت للهواء الطلق لكن لم تنقص من كمية المياه شيء القرورة الثانية كان فيها 100 ملي لكن بعد مرور ثلاثة أيام نقصت كمية المياه وبقت 90 ملي إيه سبب نقصان المياه في القرورة الثانية لو عندك سبب منطقي اوله يطرق ايه ليه كمية المياه في القرورة الاولى منقصدش وكمية المياه في القرورة التانية منقصد القرورة الاولى كانت في الهواء الطلق والقرورة التانية كانت في الهواء الطلق يبقى اكيد في سبب منطقي يطرق ايه هو اديك خمس سوائن عشان تحل واحد دين تلاتة اربعة خمسة السبب المنطقي ان القرورة الاولى كان فيها 100 ملي وتعرضت للهواء التلقي لمدة 3 ايام وكمية المياه اللي فيها بقيت كما هي يعني بقيت 100 ملي ما تغيرتش ولا نقصت خالص تبليه هنقول السبب المنطقي ان القارورة الاولى كانت ملها هنقول بقى كده لان القارورة الاولى كانت محكمة الغلق يعني كان الغطة اللي محطوط عليها حاكم اغلقها خالص لدرجة ان ما فيش هوا بدخلها خالص يعني كمية المياه اللي فيها لم تتوخر منها اي نسبة تمام اما القارورة الثانية فكانت يبقى القارورة الثانية ما كانتش ايه مغلقة فكانت غير مغلقة لذلك تبخرت تبخرت نسبة من المياه اللي هي ايه مقدرها عشرة ميلي يبقى هو ده السبب المنطقي وعندك اسبب اخرى ما فيش اي مشكلة لكن ده اقرب سبب منطقي لان القارورة الاولى كانت محكمة الغلق عشان كده المياه ما تعرضتش للبخر او للتبخور اما القارورة الثانية فكانت غير مغلقة لذلك تبخرت نسبة من المياه تمام كده يبقى هنا القارورة الاولى كانت محكمة الغلق تمام اما القارورة الثانية مالها بقى ايوة فكانت غير مغلقة لذلك تبخرت نسبة من المياه وكانت النسبة دي ما قدرها عشرة ايه عشرة ميلي لو عندك سبب منطق اخر ما فيش اي مشاكل اهم حاجة يبقى التعليل بسبب منطقي لو عجبتكم الفكرة وخصوصا فكرة اللغز نعمل لايك واشتراك في القناة بتاعتنا وانشير قناتنا وانعرف اصحابنا واصدقائنا باسم القناة قناة درس رياضيات اونلاين اشوفكم ان شاء الله على خير وفيديو جديد وفكرة جديدة ولغز جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته